ما من حرب تستمر إلى الأبد في الأخير يجنح المتحاربون للسلم ذاك قول عام يقال عندما تخر القوى وتنعدم الخيارات في المقابل من هذا قد تكون اتفاقات السلام بوابة للحرب ومشرعة لها إذا ما كانت مجحفة وتتجاوز مبدأ العدالة البحث عن السلام في اليمن هو من ذلك النوع الذي يسعى لإعادة تأطير الصراع والتحكم به وبأبعاده وتأثيراته تلك حاجة السعودية الآن التي تسعى نحو تسوية سياسية تتيح لها الخروج الآمنة من حرب لا شك أنها أنهكت ميزانيتها الاقتصادية وضربت أمنها الحيوي في أعمق أعماقه بالاندفاع ذاته الذي بدأت به الحرب تسعى الرياض للخروج من مأزق اليمن البلد الزاخر بكل المتناقضات والمفتوح على كل الخيارات وهي طريقة لن تحقق لها السلام المنشود على أبعاد تقدير زمني واستراتيجي واضح أن الرياضة تنطلق من وهم القوة في تنقلاتها السياسية السريعة ومثلما تصورت أن بإمكانها إنهاء الحرب في اليمن خلال أيام أو أسابيع تعتقد الآن أن بإمكانها الخروج وممارسة دور الوسيط المتفرج بصمت وهو تقدير قصير النظر إذا ما صح هذا السيناريو الحوثيون وهم الطرف المقابل لهم آربهم أيضاً وأول ما يسعون لضمان تحقيقه هو تحييد السعودية والانفراد بالسلطة الشرعية التي لا تزال حتى الآن خلف ستارة مسرح الحرب والسلام ترجمة نانسي قنقر